حيال الموضوع مهم جدا وكنا بنعلق عليه بالأمس وكلمنا على البعض سواء البيئي أو الصحي أو الاقتصادي أو غيره فخلونا نعقب على المنظومة المتكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بينضمننا عبر زوم دكتور لميس العربي مدرس الاقتصاد بالجامعة المصرية الصينية أهلا بك يا دكتور لميس وصباح الخير صباح النور يا فندم أهلا وسهلا أهلا بسياتك يا فندم مبدئين كده عايزين نعرف من حضرتك إزاي تعاطيتي مع هذه الخطوة أو هذه المنظومة الجديدة اللي احنا بصدد طبعا الموضي قدما فيها وإزاي يكون لها تأثيرات على المستويات المختلفة لا سيام على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي والبيئي والصحي في الحقيقة المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هي مبادرة قومية مهمة جدا أنا سعيدا أنا مع حضرتك في اللقاء ده لأن الحقيقة هي مبادرة لها أثار إيجابية كتير جدا على كافة الأسعاد والمستويات فلو هنتكلم على البعد البيئي أو البعد الاجتماعي أو البعد الاقتصادي مما يتماشى أو يعكس الأجندة والأولويات الخاصة بالحكومة المصرية خلينا نتكلم بس بلغة مبسطة عشان بس نقدر نوصل للناس إيه أهم الأثار الإيجابية اللي حتعود عليهم من هذه المبادرة فخلينا نقول إن المبادرة الأول هيبقى فيها جزء خاص بإحلال سيارات المتهالكة اللي مضى على إنتاجها أكثر من عشرين عام بسيارات جديدة من خلال برامج تقصيد فوايد مبسطة جدا وأعتقد الفوايد كانوا أعلمون أنها هتكون أقل من خمسة في المئة وهتبقى برامج طولة الأجل فبالتالي هتتيح للمواطنين استبدال السيارات بشكل سهل ده فضلا عن تحولها لنظام الوقود المزدى طب هنا يا دكتورة ده متعلق بالسيارات الملاكة ولا السيارات الأجرة وهل ده إجباري ولا اختياري؟ والله فإنه هو متعلق بالسيارات الأجرة والملاكي وبعدين خلينا نقول بعيدا عن هو إجباري ولا اختياري يعني نقول إيه هي النتائج الإيجابية اللي هتعود على المواطن وهتعود على الاقتصاد المصري من هذه المبادرة وبعدين بعد كنا نتطرق هل هو إجباري ولا اختياري أولا الحكومة المصرية معناية جدا برفع مستوى معيشة المواطنين بكل الأشكال من خلال المجموعة بالبرامة الاجتماعية الحقيقة أنه مش بس إحنا فيه برامة الاجتماعية ده كمان المبادرة دي بتخلي السيارات اللي مع المواطنين تفايتها أعلى بتقلل من معدلات الحوادث بتخلي السيارات الأجرة بتخلي التاكسيات وضعها أفضل فده هينعكس بشكل أو بآخر على مستوى معيشة المواطن وعلى جودة الحياة للمواطن ده أولا ثانيا طبعا لا يخفى على كل الناس أنه الاكتشافات الخاصة من الغاز الطبيعي من بداية من 2015 كتكتشافات عظيمة وكبيرة والحقيقة أنه استغلال هذه الاكتشافات وتقليل الضغط على البنزين ده برضو أولوية مهمة جدا عتنتج عن هذه المبادرة يمكن يا دكتور مبارح السيد وزير البترول برضو تكلم على كم الأموال اللي بتنفق على استيراد البنزين ومشتقات البترول إزاي ممكن بعد ما انطبق هذه المنظومة انحقق جزء في موضوع الاكتفاءة ذاتي من عدم التوجه لفكرة الاستيراد وبالتالي توفير عدد كبير من الأموال خاصة اللي هي موجودة بالنقد الأجنبي خلينا نقول ان احنا بنستورد بوزة جبير جدا من استهلاك المحلي من البنزين وصلار زي ما سيادة الوزير قال والحقيقة انه تقليل الطلب او التحول نحو الغاز ده فضلا عن اثار الايجابية البيئية هيكون فيه كمان اثار مباشرة على الاقصاد المصري لتوفير العملة الصعبة يعني انه العملة الصعبة لانا باستورد بيها البترول الغاز وبأرهق الموازنة العامة للدولة وبأرهق الميزان المدفوعات فده هيقل مع الوقت وهيبقى فيه استخدام لمواطن حليه اكتر والتقليل بشكل او باخر من استهلاج البنزين وصلار نعم طيب المواطن برضو بيتساءل انا ما عنديش محطات خدمة كتيرة الحقيقة موجودة ممكن تمويني بالغاز على سبيل المثال ودي جزئية مهمة جدا حابين نتكلم فيها وفيه ناس تانية بتتكلم على مدى تأثر المطور او قالت المحرك داخل السيارة بيننا نشتغل على المحورين محور البنزين او محور الغاز يعني دي برضو كلها تساؤلات مطروحة طبعا انت بحتاج حد دقا يرد عليك ده فيما يتعلق دماغ بشكل سيارات اكيد القصة مدروسة يا دكتور انا عارف ده ولكن بالزبط يعني كل ما تم الاعلان عنه انه هذه المبادرة قائمة على مجموعة من الدراسات ما هياش مبادرة والدت اليوم ولكن كل الجهات المعنية بكل جوانب الموضوع درست بشكل جيد هي مش بس يعني فأكيد الجزء الخاص بالفنيات مدروس بالأخص انه كان فيه مجموعة من الشراكات والمؤتمر المبارح كان فيه شركات عالمية وشركات محلية قائمة على تصنيع السيارات وده جزء خاص باحياء الصناع يعني الشركات المحلية بشتغل في صناعة السيارات حتنتعش اكتر وكل الصناعات المرتبطة بيها والمغذالية ده فضلا عن انه هناك اعتقد مخطط انه يتبني اكتر من طبعا تزيد اعداد المحطات الوقود بالغاز بشكل كبير جدا وده على فكرة هيبقى له اثر ايجابي جدا على موجود استثمارات جديدة واجات فرص عمل يعني في بعض التقديرات كانت المرحلة الاولى بيقدر انها هتوفر حوالي 47000 فرصة عمل جديدة انما فكرة توزيع محطات الوقود دي برضو هتكون قايمة اعتقد عشان تقدر تخدم على المنظومة الجديدة ده جزء من المبادرة جزء من المبادرة توفير محطات وقود على مستوى الغرافي وفي كل الاماكن وعشان يبقى فيه يسرى سهولة للمواطن يعني في الاخر المبادرة دي هدفها الاساسي هو تحسن مستوى المعيشة وتحسن جودة حياة المواطن فاكيد ده هيؤخذ بعين الاعتبارية تابو ليلي يا دكتور لميسو احنا بنتكلم على الارقام الناس دي من بتحب تتكلم دلوقتي على الارقام ولغة الارقام قال ان المبادرة بتستهدف طبعا اول عام سبعين الف سيارة منهم خمسة وخمسين الف سيارة ملاكي وعشرين الف سيارة متنوعة هذه الارقام بتعتقدي ان هي في البداية او كخطوة اولى هل هي مرضية ولا كنت بتطمحي ان الارقام دي تكون اكتر من كده اظن انها مرضية كمرحلة اولى والاشياء بعد كده تأتي تباعا يعني بتتحاول منظومة كلها فاظن عشان يعني ده هيكون عدد كافي اظن كمرحلة اولى في البداية ولكن المبادرة ليها اكتر من مرحلة والمبادرة بتشمل جميع السيارات المتهلكة اللي ماضى على انتاجها اكتر من عشرين عام ولكن طبعا الموضوع ده هيتم على اكتر من مرحلة طيب الناس دلوقتي برضو ممكن تتكلم على السيارات الكهربائية والسيارات اللي بتعمل بالطاقة النظيفة او الغاز هومبا الاثنين الحقيقة طاقة نظيفة لكن لو حطينا الاثنين في وضع المقارنة ايهم ممكن يكون افضل او حتى على المستوى البيئي ومين فيهم ممكن يكون اوفر بالنسبة للمواطن خاصة ان وزارة قطاع الاعمال العام شغال على فكرة السيارات الكهربائية والله يا فندم ممكن يكون فيه تكامل ما بين الاثنين يعني يكون فيه تكامل ما بين المبادرتين ويشتغلوا مع بعض بالتوازي الاثنين زي ما حضرتك قلت بيقللوا من انبعاتات غازات سانيكتر الكربون وهم وضعهم افضل بالنسبة للبيئة ومن الجدير بالذكر كمان ان مصر بتستهدف التحول لحاجة اسمها الاقصاد الاخضر الاقصاد القائم على مراعاة الابعاد البيئية والاقصاد القائم على تحسين حياة المواطن وغاودة حياته اوكي والتنمية المفتدامة طبعا وده مصر يعني عندها هدف انها تكون الدولة الاولى التي تتحول في خلال الثلاث سنوات الجايين في مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا الاقصاد الاخضر هو المشروع قد يكون مكلف ولكن في نفس التوقيت قد يكون موفر ايضا عايز اعرف من حضرتك ازاي ممكن الموازنة العامة للدولة تتأثر بهذه المنظومة الجديدة خاصة ان هي بتقدم دعم لعدد كبير من المواطنين ولكن ممكن نكون ان احنا موفرين شوية من الاستراض اللي بنعمله على البنزين والسولار ايه فممكن اخد من هنا احط هنا يعني ممكن تكون كده يعني اعتقد يكون اثر ايجابي لان احنا عارفين مثلا فيما قبل بلنامج اصلاح الاقتصادي فمن اكتر الاشياء اللي بتضغط على الدولة وموازنة العامة للدولة هي الدعم اللي كان بيوجه لي البنزين والسولار ولكن طبعا تدريجيا مع برامج الاصلاح ده بدأ يقل بس بالاضافة لده كمان احنا بنستور الجوز كبير جدا من استهلاقنا المحلي من البنزين والسولار يمكن نقول ان ده بالعكس ده هيكله اثر ايجابي اقصاديا وتوفير العملة الصعبة وتحسن مستوى الجنيه امام العملات الصعبة كل دي اثار ايجابية هلقى دكتور بتعتقدي ان مع تطبيق المنظومة بالكامل ممكن تختلف شكل الحياة في مصر بشكل كبير حتى على مستوى يمكن حاجة طبعا في البداية برضو اتكلمتي على قلة الاعطاء لما احنا بنتكلم على سيارات متهالكة بيتم اعادة تجديدها او احلالها بسيارات حديثة كنا بنشوف احيانا سيارات معطلة بتوقف طرق كتير وما شبه ذلك وكمان طبعا الحفاظ على حياة الناس عايزة عرف من حضرتك ممكن يكون التصور العام ايه بعد ما انطبق هذه المنظومة بكل اركانها والله يا فندم المنظومة برضو جزء يعني موازي لها يمكن احنا ما تكلمناش عنه هو التغير الكبير اللي حصل او التجديد الكبير اللي حصل فيه الطرق والكبارف فالحقيقة كالصورة كانت محتاجة انها تكتمل يعني كل المؤشرات وتقارير اللي طلع عن وضع مصر وعن شكل مصر حاليا قدام المجتمع الدولي هو شكل افضل بكتير والتحسن وتطور اللي حصل في البنية التحتية وفي الطرق تحسن يعني واضح وضوح الشمس الحقيقة لكل الناس فلابد من وجود تكامل يعني الشكل الجميل الحضاري بتاع الشوارع دلوقتي الشكل الأفضل من ما سبق لازم يتكامل كمان معه سيارات شكلها أفضل سيارات شكلها أجدد مش بس في الشكل يا فندم ولكن كمان تقليل معدلات الحوادث رفع نسب الأمان احنا مش بنتكلم بس على السيارات الملاكية ولكن كمان بنتكلم على المواصلات وسيارات الأجرة فبالتالي حماية المواطنة وتقليل معدلات الحوادث والأعطال كل ده هيكون له شكل حضاري محترم جدا حتشوفوا الشوارع في القطرة الجاية إن شاء الله بإذن الله طبعا ده اللي احنا منتظرين وبنتمنى جميعا بشكرك جدا يا دكتور للميس طبعا على وجودك وعلى وقتك